مرت سنوات طويلة ولا يزال المواطن العراقي يحلم يحلم بماذا؟ بناطحات السحاب؟ أم بشبكة خطوط مترو؟ أم بمجمعات سكانية فاخرة؟ أم بماذا؟ باختصار حلمه أضحى بسيطا للغاية بعد أن تلقى الكثير من الوعود قبيل الانتخابات وصرفت ميزانيات انفجارية على مشاريع ولم يرى المواطن أي شيء حتى الآن فما وراء الحكاية هذه المرة؟ فيديو طريف رصدته عدسات المواطنين لرد فعل مواطن من أحد أهالي محافظة ذيقار بعد أن علم باستئناف العمل بمشروع مد شبكة الصرف الصحي بشوارع منطقته بعد طول انتظار ووعود ومعاناة دامت لأعوام لنشهد ما الذي فعله هذا المواطن عندما أقبلت الآليات لبدء العمل وحفر الشوارع ظلنا أنه يحلم وليس بواقع بواقع الهوسات الشعبية الهلاهل ونثر الشوكليت هكذا عبر هذا المواطن عن فرحته بمشروع مد شبكات الصرف الصحي الخدمي بمنطقة العكر الغربي وعلى طريقته وبعفوياته وببساطته أحب أن يستقبل الآليات والكادر الذي يعمل في منطقته فقام بنتر الحلوى والشوكليت على تلك الآليات البلدية لبدء العمل بالمشروع ولإنجاز العمل فيديو وصف بالعفوي لا قصدا وتفاعلا على منصة التواصل هناك من أيد هذه الفرحة العفوية لهذا المواطن هناك من ينتقده على هذا الحل الذي وصل إليه المواطن العراقي في الوقت الذي تعتبر هكذا مشاريع خدمية هي أبسط حقوق المواطن كيف كانت التعليقات؟ لنقرأ لكم ما جاء فيها مع أبو رؤى يقول أبو رؤى في تعليقه على ما فعله هذا المواطن في منطقته خدمات ماكو الناس حقها طلعت أرواحها هذا فعلا عند عيد فرحان من كل قلبة تعليق من رونق العبيل لعد إذا يبلطون شنو يسوي يمكن يهلهل كل ما يفتح باب بيته ويطلع ثم يضحك على تعليقه لو يفقد عقل من الفرحة لا حول ولا قوة إلا بالله ما تعرف تفرح المشروع ما تعرف تفرح بالمشروع لو تنقهر على الوضع هاشتاغ تاي تعليق من إبراهيم أبو كرم يقول كم أنت طيب وبسيط أيها الإنسان العراقي الشريف هذا المشروع من أبسط واجبات الحكومة ولزاما على المسؤولين أن ينفذوه إلك ولكن تعليق من لؤي كرار يقول لؤي سيظهر التعليق من لؤي كرار يقول لؤي دمرون حرفيا صارت الناس تفرح بأقل الحقوق واللي أصلا يبدون بيها وما يكملوها لهذا لا تفرح زايد خلي يكمل المشروع وهذاك الوقت تفرح ور قصد كيفك للعلم هاي أبسط حقوقك لكن أصبحوا متفضلين عليك كون جعلوها وعود من أجل الانتخابات تعليق من مضفر الزبيدي أو الزيدي يقول مأساة وطن العالم يبني محطات فضائية وإحنا نحتفل بالماء والكهرباء والمجاري شعب محروم من أبسط حقوق البشر الله ينتقم من اللي كان السبب